تحدث شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكان حديثه يدور حول نفس المفاهيم ونفس القضايا لكنه قال نصا إن الإساءة للإسلام عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي وعداء صريح لهذا الدين الحنيف ولنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم نستمع إلى شيخ الجامع الأزهر من المؤسف أشد الأسف ومن المؤلم غاية الألم أيضا أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم وقد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات وهذه الرسوم المسيئة لنبينا العظيم والتي تتبناها بعض الصحف والمجلات بل بعض السياسات هي عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام وهو عداء صريح لهذا الدين الحنيف ولنبيه الذي بعث الله رحمة للعالمين ثم أعلن الدكتور أحمر الطيب شيخ الجامع الأزهر عن إطلاق منصة عالمية للتعريف بدين الإسلام والرحمة بنبيه الإسلام والرحمة وأيضا تحدث عن تخصيص مسابقة أو إجراء مسابقة عالمية للحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان هذا مجمل ما قاله الدكتور أحمر الطيب عن أخلاقيات النبي التي يجب أن يعرفها الناس وعن تاريخ هذا الدين الحنيف وعن لمحات من السيرة النبوية العطرة وأعلم بأن الأزهر سيطلق مسابقة وأيضا سيدشن منصة للتعريف بكل هذا وأقول هنا أيضا إن المسلمين يجب عليهم أن ينشروا هذه السيرة وهذه المواقف وهذه اللمحات النبوية وتظهر ليس بالكلام وليس بالخطب وليس بالمواعظ وليس بالشرح وليس بالكتابة وليس بتعليم الآخر وإنما مارسوا أخلاقيات النبي على أنفسكم أنت بدل ما تبدأ تقول النبي كان بيعمل يعمل زيه تقول ده النبي كان بيقول قول زيه خلينا سلوكك خليه سلوك محمدي سلوكك خليه سلوك ديني خلي سلوكك سلوك الناس لما تجوف تقول هذا الرجل على خلق عظيم لكن من الشرط تقعد تردد اقعد غني للصبح اقرى قرآن للصبح قول أحاديث لبكرة اقعد قول مواعظ لبعض بكرة لو اختلف هذه اختلبت هذه الأقوال مع سلوكك ومع أفعالك لا قيمة لها فبالتالي علينا أن نغير من أنفسنا ونحن نتحدث إذا أردت أن تقنع الآخر بأنك رجل سليم السريرة وما يخرج للناس في العلن هو سلوكك وليس أقوالك هذا هو المحك الأساسي الدين المعاملة الدين المعاملة عاملوا الناس مثل ما تحبون أن يعاملونكم هذا هو لب الدين